وقد أسلم أبو واغد الليسي وغيره من الصحابة في فتح مكة قالوا خرجنا ونحن حدثا عهد بكفر أي أسلموا جداد أسلموا في رمضان وخرجوا لحنين في شوال ونحن حدثا عهد بكفر وقال الشيخ الفوزان والشيخ ابن عسيمين وغيرهم هذا تقديم للاعتزار قدموا اعتزار للأمر القالوه قالوا ونحن حدثا عهد بكفر وللمشركين سدراء سدراء يعني شجرة نبك يعقفون عندها دل المشركين عندهم شجرة بتاعة نبك بيقعدوا تحته ويعلقون بها أسلحتهم لما نكون مارقين لغزوة أو لمعركة بيعلقوا الأسلحة بتاعتهم ليه؟ رجاء البركة بيقولوا أن الشجرة دي فيها بركة بيعلقوا الأسلحة بتاعتهم وده يا أخوانا من الشرك بالله تعتقد إن الشجرة المعينة دي فيها بركة أو القبة المعينة دي فيها بركة أو الغبر الفلان ده فوق بركة أو الشخص الفلان ده فوق بركة ده من الشرك بالله عز وجل ولا تكون البركة إلا من الله عز وجل أو ما جاء الدليل به من الكتاب والسنة يا إما يكون في دليل إن الشيء المعين ده فوق بركة دليل شرعي من الكتاب ولا من السنة ولا تطلب البركة من الله عز وجل أي تسأل الله عز وجل أن يبارك في الشيء المعين زي كتاب الله سبحانه وتعالى فوق بركة جد دليل قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب فوق بركة تقرى الحرف الواحد في عشر عسنات لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف الواحد بعشر حسنات يعني ألف لا ميم تلاتين حسنا شوفوا البركة دي كيف والنبي صلى الله عليه وسلم في من فصل من جسده فيه بركة ودل الأدلة على ذلك أي بزاقه وعرقه وشعره وغير ذلك فيه بركة فكان الصحابة يقتتلون على نخامه صلى الله عليه وسلم وكان شعره يقسم بين الصحابة كما حصل في صلح الحديب وغيره كان يقسم الشعر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بركة وما جاء الدليل على أن الشيء المعين فيه بركة كما زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي طعام طعم وشفاء سغم جاء دليل إنه موزمزم فيها بركة أما الكعبة ليس فيها بركة في ذاتها إنما الصلاة في المسجد في المسجد الحرام فهذا دلد عليه الأدلة أن الصلاة في المسجد الحرام بمية ألف صلى تصلي صلاة فرض واحدة في المسجد الحرام بمية ألف صلى لأنه يا أخوانا كثير من الناس بمشوا هناك يتعلقوا في الستارة السوداء بتاعة الكعبة ويتبرقوا بالكعبة ويتمسوا حبيها تلقوا من اليده كده ومسيحها في جسمه ده يا أخوانا ما دل دليل واحد على أنه فيه بركة البركة كما قال العلماء هي كثرة الخير وثبوته يعني الحاجة ممكن تكون بسيطة لكن الله يبارك لك فيها يعني مثلا زول ممكن يكون عنده قروش كثيرة لكن ما فيها بركة ولا دوعية يمشي يدفع قروش في الدكتور والإستق بتاع العربية بتاعه يطوق يمشي يشتري إستق وقروشه كلها تتبعسر ويسرقوا منه لكن ممكن يكون زول قروشه بسيطة ما عنده قروش كثيرة لكن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ويوفقه وتقضي له أموره كلها زول يكون مرتبه ثلاثة ألف ممكن يقضيه شهر كله ممكن يكون زول مرتبه أو بيطلع في شهر مئة ألف لكن ما بتقضيه السبب شنو السبب يا أخوانا البركة في زول الله ببارك له وفي زول الله ما ببارك له إذا أجبت حلال الله ببارك لك إذا أجبت أبا الحرام الله ما ببارك لك شاكدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دلة الأدلة على أن الصلاة فيه بركة ويأخوانا في أخطاء كثيرة افتقع يعني تلقام يتمسحه بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد غال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثنى يعبد اشتد قضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرك بالقبور وبأصحاب القبور حتى قبره صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يتبركوا به فباقي القبور من باب أولى قبر فلان وقبر الشيخ الفلاني وقبر علان يمشي للشيخ ويقعد في القبة يشيل منها تراب يقول لك ده فوق بركة وتلقاهم يبيعوا التراب يشيل تراب من الحفير بتاع الشيخ الفلاني في الجزيرة ولا في غيرها يشيلوا التراب يمشي يبيعوه في حتاة تانية في أسواق يجي في سوق ستة ولا في أي سوق يجي يبيعوه ليه يقول لك التراب ده جايب إنه من قبة فلان الفلاني ويكون قضب صي حتى لو جايبوا من قبة فلان ذاته ما فوق بركة ما فوق بركة لأنه يا أخوانا البركة هي كثرة الخير وثبوته إذا عندك دليل على إنه القبر الفلاني فيه بركة جيبوا لينا أما ديل عبارة عن ناس أشركوا بالله عز وجل وكفروا بالله عز وجل يدعوهم ساكتين استغيسوا بيهم ساكتين يتوكلوا عليهم ساكتين ما بتكلموا بل إنشروا في كتبهم الكفريات والشركيات بالله عز وجل إذا مشيت السوق الشعبي إذا مشيت السوق الشعبي الخرطوم بتلقى قبر بتبركوا بيه من دون الله عز وجل دارت شوف بعينك أمشي هنا السوق أقرب حتة السوق الشعبي الخرطوم بتلقى ما بيطوفوا بيه ويسألوا الموتى من دون الله عز وجل وإنحنا يا أخواننا الحلقة دي شان الموضوع ده ذاته الأمر بالتوحيد وانهي عن الشرك ليه يا أخواننا لأن التوحيد ده أول حاجة بيزعي دكين في الدنيا في الدنيا بتكون مرتاح بتأكل تمام بتشرب تمام باشنو إذا أنت طبقت التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى المشاكل الليلة في البلد دي كلها سبب شنو سبب شرك بالله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ما بركة وحدة بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أو بما كانوا يصنعون يعني أخواننا إذا نحن دارين البركة نعبد الله سبحانه وتعالى ونوحد الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ما بيغفر الشريك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا أنت متى وعندك عقيدة في شيخ ولا عندك عقيدة في قبة الله سبحانه وتعالى ما بيغفر لك لكن إذا أنت عرفت التوحيد وتبت إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بيغفر لك حتى لو كان شركي بالله عز وجل في حياتك لكن كان متى الله سبحانه وتعالى ما بيغفر لك قال ونحن حدثا عهد بكفر وللمشركين سدرا يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن إحنا دائرين شجرة نعلق فيها الأسلحة للبركة زي ما المشركين عندهم شجرة بعلقوا فوق أسلحتهم للبركة ودي أخوانا العلماء قالوا إذا الإنسان كان قاعد في بيئة بتأثر بالبيئة اللي كان قاعد فوق لأنه دائر كان قاعدين في بيئة بتاعة كفر اللهم كفر غريش في مكة لما انجل فتح أسلموا وكانوا متأثرين بالكفر والشركيات بتاعة كفر غريش شاكد أخوانا إذا عندك بيئة قاعد فوقها وبترتكب معاصي معينة أو الشركيات معينة أرحل منا طوالي فوت عندك زاني بدعم له وما قادر تخليه طوالي أطلع من حتة ديفوت خليها أمشي حتة تانية كما جاء في الحديث الطويل قال لي سهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحون قال ونحن حدث أعاد بكفر وللمشركين سدرا يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الشرك ولا يرضى الشرك حتى لو كان الإنسان جاهلا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى لأن يا أخوان الشرك ده الله سبحانه وتعالى بدخلك به والنار طوالي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله وعليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار دعيت غير الله واستغسب الأولياء والصالحين إنت كفرت وأشركت بأله دعيت غير الله إنت أشركت بأله من حلف بغير الله فقد أشرك إنت وقعت في الطيرة إنت أشركت بأله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيارة شرك الطيارة شرك الطيارة شرك الطيارة دي شنو يا أخواننا هل تشاوم زالوا يقول لك مما أشوف فلان الفلان ده من الصباح بيحصل لي كده أو مما أشوف الكلب الفلان الأسود ده الليلة اليوم ده كل ما تمام دي أخوان من الشرك بالله يقول لك يدي بترف واللعين بترف معناة الليلة حيطبط حاجة واللح أشوف لي حاجة دي أخوان من الشرك بالله تقول كما فلان الحاجة دي ما كان بتحصل أو كما تتوكل على الله وعلى فلان الحاجة دي ما كان بتحصل ده من الشرك بالله عز وجل لأن فوح الجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله نده قل ما شاء الله وحده فإن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله عز وجل ويخوانا العلماء استنبطوا من هنا فايدة عجيبة قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن فهد استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرقوا بهذه الشجرة ما مشوا براهم شالوا أصلحتهم وعلقوا في الشجرة لا لا مشوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا منه لأنوا عارفين العبادة من منه من النبي صلى الله عليه وسلم والبصرح لك بل عبادة منه هو النبي صلى الله عليه وسلم شاكد الله سبحانه وتعالى قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالمشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم التشريع تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وما تعمل المحدسات والبدع والخرافات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها سنن أي ستتبعون طرق الذين كانوا قبلكم فإن الإنسان عليه بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يتبع أي طريق كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق لأن يا أخوانا في ناس كتاري اتبعوا الطرق الطريقة التجانية والطريقة البرهانية والطريقة السمانية اتبعوا طرق ما طريق النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون شاكد أخوانا الإنسان يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعتقد العقيد الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أصحابه وبقية السلف ومن تبعهم من الصالحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وقدم الشيخ شحاب ترجمة نانسي قنقر